موسيقى في مستجدات الملف السوري شهدت متغيرات المشهد العسكري في حلب اليوم تطورات لافتة بتقدم المعارضة المسلحة على ثلاثة محاور مختلفة لفك الحصار عن المدنيين في المدينة ورغم ما تواجهه من هجمات شرسة لقوات النظام التي يدعمها غطاء جوي روسي إلا أن المعارضة تبدو مصممة على تعزيز تقدمها والدفع بقواتها إلى الأمام أملا في تغيير موازين القوى وكسب أوراق قد تكون ذات أهمية على المستويين العسكري والسياسي على حد سواء تطور جديد تدخل به معركة فك حصار المناطق الشرقية لمدينة حلب مرحلة جديدة على طريق الحسم فصائل المعارضة تستهدف بقذائف الدبابات اجتماعا لميليشيات حزب الله وحركة النجباء العراقية بأحد الفنادق في حي المريديان بحلب مناطق غربي المدينة تشهد المعارك الأعنف حتى الآن المعارضة تقول إن المحارة الجديدة من معركة فك الحصار بدأت من ثلاثة محاور هي جبهة حلب الجديدة وجبهة مشروع الثلاثة ألف شقة وجبهة الأكاديمية العسكرية تهدف المرحلة الجديدة إلى السيطرات على مشروع الثلاثة ألف والأكاديمية العسكرية أكبر قلع النظام في مدينة حلب والتي تعتبر خط الدفاع الرئيسي لمدينة حلب من الجهة الغربية وبسقوطها ستتمكن الفصائل من دخول حي الحمدانية والتقدم باتجاه الأحياء المحاصرة في مدينة حلب في معاركها حققت الفصائل تقدما كبيرا على نقاط عدة وسيطرت على مباني استراتيجية وكسرت خطوط الدفاع الأولى لقوات النظام لكسر حصار القسم الشرقي من مدينة حلب تهدف الفصائل لفتح طريق من غربي حلب مرورا بالقسم الغربي من المدينة وصولا إلى أحياء حلب الشرقية يقول ناشطون إن الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المعارضة من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى قد استمرت في أطراف حي جمعية الزهراء ومنطقة مينيان وضاحية الأسد ومشروع الألف وسبعين شقة ومحاور أخرى على الجبهة الممتدة لأكثر من 15 كيلو مترا من غربي مدينة حلب وصولا إلى الأطراف الجنوبية والجنوبية الغربية من المدينة يأتي هذا في الوقت الذي استهدفت الفصائل أليات لقوات النظام قالت إنها تتجه على طريق خناصر لتقديم الدعم في معرقة أطراف حلب الغربية تعد هذه ثاني عملية عسكرية للمعارضة بهدف فك الحصار عن الأحياء الشرقية من حلب بعد سيطرة قوات النظام على طريق الكستلو يوليو الماضي معنا الآن من الرياضة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أسعد الزعبي عميد الزعبي مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار إذن للمرة الثانية نشهد مثل هذه المحاولات لفك الحصار عن شرق حلب إلى ماذا نعزو ذلك برأيك هذه المرة على الرغم من شدة القصف الروسي والسوري وأعمليات الجيش النظامي وحلفاءه كيف نفسر هذا التقدم الذي تحقق فصائل المعارضة في هذه المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أخي مهند الواقع في المرة السابقة كان الهجوم على أعتى وأقوى تحصينات النظام في المنطقة الجنوبية الغربية وكان الغاية من الهجوم الأول إرسال رسالة للنظام وداعميه أن إرادة الشعب لا تقهر وأن الشعب السوري مصممون تماما على تغيير هذا النظام ووضع نظام ديمقراطي تعددي في سوريا فكل ما تقدمونه من دعم وحماية هو عبارة عن إطالة للوقت عبارة عن مزيد من الدمار ومزيد من القتل ولذا كانت الرسالة الأولى لكن ربما لم يفهموها أو ربما لا يريدون أن يفهموها الآن هذه الرسالة هي رسالة أوضح وأوسع وأكثر عمقا ربما تسمع من فيه صمم ربما تسمع من يريد أن يشيح بوجه عن الحقيقة التي تقول أن الشعب أبقى من حاكمه لذلك جاءت هذه الرسالة أعتقد في طريقة هجوم جديدة مختلفة في عمق هجوم مختلفة في أسلحة مختلفة لا أقصد هنا العتاد القتالي الذي يستخدم إنما أسلحة أقصد هنا طرق تكتيكية جديدة لم يعهد النظام أو لم ربما يتوقعها الداعمون لهذا النظام وخاصة أن هناك مقر قيادة روسي في حلب الضباط الروس يتناوبون عليه خلال 14 ساعة يضاف إلى مراكز قيادة أخرى متحركة للإيرانيين وحزب الله ورغم ذلك النتيجة حقيقة جاءت بعكس ما يتوقع الجميع جاءت مفاجئة للجميع استطاع الثوار الذين يملكون زمام المبادرة والمبادعة استطاعوا خلال زمان قياسي اختيار اكتجاه الهجوم الذي لا يخطر في بال النظام استطاعوا اختيار وقت الهجوم وهو يعتبر من المفاجآت الكبرى أن هذا الوقت يتناسب أو يترافق مع وجود منخفض جوي وبالتالي هناك محدودية لعمل الطيران هناك محدودية للرؤية أيضا هناك النظام الذي كان يتمسك بالمدنيين يحاول أن يستفيد منهم كدروع بشرية الثوار استخدموا أسلحة فردية كي لا يكون هناك دمار كبير كي لا يكون هناك بعثرة في النتائج بالعكس تماما استخدموا أسلحة قناصة استخدموا أسلحة دقيقة في التزديد من أجل أن لا يكون هناك أي إساءة المدنيين ولذلك فوجئ النظام ومن يعمل في فلك النظام حقيقة فوجوا بهذه الطريقة العجيبة من قبل الثوار بالهجوم اليوم نحن عندما نتحدث عن بدء المرحلة الثانية عميد الزعبي أن أشرت إلى مسألة استخدام أو اللجوء إلى طرق تكتيكية جديدة البعض يقول أيضا هناك ربما اختلاف في التسليح في أنواع التسليح المستخدمة ربما تكون فصائل المعارضة قد حصلت على دعم عسكري مختلف هذه المرة ما رأيك في ذلك؟ أخي مهند أولا كل وسائل إعلام نقلت تماما ما يحدث في حلب ونقلت كل الأسلحة المستخدمة وأعتقد هذه الأسلحة التي استخدمت لا تختلف عن الأسلحة القديمة صواريخ القرادية صواريخ قديمة تم غنمها من مستودعات النظام دبابات الـ 62 أو الـ 72 دبابات للنظام عربات للنظام أسلحة فردية لم يكن هناك استخدام مثلا لطيران مسير أو لطيران أو لصواريخ بعيدة المدى أو شديدة التدمير لم يتم استخدام أي سلاح جديد على العكس تماما أنا أقول لك من أحد أدوات هذه المفاجأة هو الاستخدام الحقيقي للسلاح القديم المتوفر لدى الثوار خوف من أن يقطع نحن لا نريد سلاح متميز ويقطع فجأة نحن اعتمدنا على السلاح الفردي الخفيف وأيضا من أجل منع أن يتأثر المدنيين ولذلك كانت مفاجأة كبرى حقيقة في تحقيق هذا النصر من خلال هذه الأسلحة النظام يحاول اليوم أن يقوم بعملية إعلامية تضخيم إعلامي لأسلحة جديدة والنظام استخدم الكلور وهذا كان متوقع بالمناسبة أحد البدائل التي تم التخطيط لها أثناء التخطيط المعركة أننا قلنا أن هناك احتمالية كبيرة أن يقوم النظام باستخدام الكلور في أحياء موالية ليتهم بها الثوار وكذلك من الممكن أن يقوم بقصر لافت عميد الزعبي إعلام النظام يتحدث عن استخدام فصائل المعارضة لأسلحة تحتوي على غاز الكلور المرصد السوري لحوق الإنسان أيضا يتحدث عن وجود حالات اختناق بين صفوف قوات النظام في حي الحمدانية وأيضا في ضاحية الأسد كيف نفسر هذا الأمر برأيك؟ أخي الكريم قلت لك أحد البدائل التي تم دراستها أن النظام سوف يقوم باستخدام نظام الكلور معروفة يعني أنه استخدم أسلحة كيميائية عندما يتعرض لخسارة كبيرة هذا أولا ثانيا النظام الذي لا يستطيع حقيقة التفكير بأكثر من مسافة أصبعه يعلم تماما أن استخدام الكلور يتم عبر البراميل والبراميل يتم إلقاها من المروحيات والحالم يعرف تماما أن الثوار لا يملكون حتى طائرات استطلاع مسيرة صغيرة وبالتالي لو كانوا يملكون مروحيات أو طائرات لتغيرت المعادلة منذ أمد طويل ولكن هذه الغازات تم إلقاها من خلال البراميل والمروحيات التي تم تصويرها وهذه لا يملكها إلا النظام هذا أولا ثانيا النظام الذي لا يستطيع حقيقة التخطيط الحقيقي لكذبه ودجله هو يكشف مباشرة هو استخدم هذه الأسلحة في مناطق المدنيين ولم يحسب أي حساب للرياح الشديدة التي نقلت الغازات مباشرة وهي كانت غربية وهو من غبائه استخدمها في المنطقة الغربية لحلب وهو يعلم أن الرياح مستمرة خلال العام من الاتجاه الغربي أي أنها سوف تنقل الغازات بالاتجاه الشرقي لكنه أيضا كان مصمما على هذه الحالة من أجل أن يستخدمه كذعاية إعلامية وهذا ما كنا نحذر منه وأيضا كنا نحذر منه سوف يقوم باستهداف المدنيين ضمن المناطق الموالية ليتهم الثوار أنهم استخدموا صواريخ في هذه المناطق ومن فضل الله عز وجل أن الثوار ليس لديهم إلا أسلحة فردية ما يقوم باستخدام النظام حتى على مستوى الهاون الذي يقصف به السفارة الروسية بدمشق مرات عديدة كان يستخدمون النظام ومن سوء حظه أننا لا نملك هذا الهاون ومن سوء حظه أيضا أن الضابط للعقيد اختصاص مدفعية الذي كان يحمل على الهاونات في منطقة البانوراما في دمشق قد انشق وجاء إلى حضرة الأردن وقال نحن كنا من نقوم بعملية الرمي على السفارة بناء على اتفاق مع شعب المخابرات العسكرية وضباط المخابرات الروس الموجودين في السفارة يعني هذه كلها حقيقة كذبات إعلامية للنظام كشفت لم تعد خافي على أحد اللافت عميد الزعبي في هذه التطورات الميدانية الموقف الذي اتخذ الموفد الدولي ستيفان ديمستورا الذي أعرب عن صدمته اليوم لما وصفه بإطلاق الفصائل المعارضة عددا كبيرا من القذائف والصواريخ العشوائية السيد ديمستورا قال تحديدا يعني عشرات من الضحايا المدنيين لقوا مصرعهم في غرب حلب بمن فيهم عدد من الأطفال وجرح المئات بسبب الهجمات القاسية والعشوائية من قبل جماعات المعارضة المسلحة يعني يحاول سيد ديمستورا أن يحمل المعارضة أيضا المسئولية عما يجري في حلب ما رأيك في هذا الموقف تحديدا أولا كنا نتمنى سيد ديمستورا أن يخرج عن دائرة الضغط الروسي مع الأسف نصب نفسه ناطقا باسم لافروف أو ناطقا باسم روحاني كنا نتمنى أن يتحدث عن يعني عشرات الألاف من المرتزق الإيرانيين وحزب الله والعراقيين لكنه كان يتحدث عن 200 عنصر من فتح الشام كنا نتمنى أن يتحدث عن حقيقة ما جاءت به الأمم المتحدة من تآمر مع النظام من حيث يعطاء كل الحصص للمساعدات الإنسانية للمناطق الموالية وإيصال مساعدات عفنة ولا تسلح للاستخدام بشري لمناطق تواجد الشعب السوري المظلوم كنا نتمنى أن يتحدث عن حصار دارية أربع سنوات لم يستطيع السيد ديمستورا إيصال علبة حليب وبالمناسبة اسمح لي أخي مهند أن أسوق لك حقيقة ألمتنا في جنيف يعني عندما كنا نقدم للسيد ديمستورا عشرات مذكرات بضرورة إطلاق صراح المعتقلات من النساء والأطفال وهذه ناحية إنسانية يعني كل من له نوع من ذرة من الإنسانية كان يفكر بإطلاق صراح المعتقلات وكان يشيح بوجهه لا يستمع للمذكرات لكن فوجينا بآخر يوم بأنه يقول أريد منكم خدمة هناك عنصرين إيرانيين تم القبض عليهم من قبل فيلق الشام أدعوكم للمساعدة في إطلاق صراحهم مقابل ما تريدون يعني أنظر إلى هذه المفارقة القريبة هو وضع نفسه خادما لإيران خادما لروسيا لذلك اليوم يتحدث هو نسي تماما أن لو من أطلق الرصاص اليوم والصواريخ على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق المولاء نسي أن الطيران السوري 24 طائرة قامت بقصف أحياء موالية للنظام نسي أن الطيران الروسي بالأمس قصف الأكاديمية أكاديمية الهندسة العسكرية نسي تماما أن النظام يعمل عشرات التفجيرات بسيدة زينب أو بحمص بالزهراء أو بطرطوس من قبله من قبل داعش ومن قبله بالاتفاق مع داعش ونسي أكثر أيضا أن داعش اليوم قامت بتسليم النظام مناطق شمالي حلب وهي تثبت أن هناك تنسيق وتعاون بينها وبين النظام وقد نقلنا للسيد ديمستورا بأمان هذه الحقائق لكن كان يشيح بوجهه بعيدا مع الأسف شديد كنا نتمنى أن يكون له موقف صدق أو موقف حق واحد فقط لنسجله بتاريخه الأسود شكرا جزيلا لك العميد أسعد الزعب الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من الرياضة شكرا جزيلا لك